يعني بيعمل حاجة وعكسها السؤال اللي أنا عايزة أسأله لحضرتك هو إيه اللي في كرسي المسؤول بيخليه بيفسد هل هو فازد بطبعه ولا لما قاعد على الكرسي المافيا الفسادة تلمت حواليه الرجل اللي طبض على النهاردة عنده 58-59 سنة عايز تقول لي عايش حياته نظيف ونهار في لحظة أنا علشان أنهار في لحظة دي بتبقى لحظة دراماتيكية قوي يعني إن أنا عندي بقى حد من أفراد أسرتي لا قدر الله مريض مرض خطير عطى دور على فلوس زي ما بيجي في الأفلام بس إن أنا كل يوم رايح شغلي وجاي من شغلي ومرتابه بسم الله ماشاء الله حدس ولا حرق مرتب لا سقف له طب إيه اللي يخليك تفسد هل دي الوقاعة الأولى ولا دي آخر وقاعة النهاردة احنا عايزين نفتح سؤال يا أخوانا على أي أساس بيتم اختيار المسؤولين في مصر يعني هل جرى اختيار هذا الرجل بناء على تقارير أمنية وأجهزة رقابية هل نكتفي بالتقارير الأمنية والرقابية حتى يتولى المسؤول مسؤوليته على الكرسي ولا لازم يبقى فيه حاجات تانية فيه حاجات تانية ما بتجيش في التقارير سمعته هل انتوا نزلتوا سألتوا في الدوائر المحيطة بيه قبل ما تجبوه والراجل ده كماسك جمرك بور سعيد وجمرك بور سعيد ده حاجة مش قليلة خالص الراجل ده لف على جمارك مصر هل معنى انه لف على جمارك مصر يبقى يصلح انه يتولى رئيس مصلحة الجمارك على مستوى الجمهورية هل احنا لفنا هل احنا نزلنا سألنا الناس سمعت الراجل ده ايه من علشان اعين مسؤول زي كده واعادوا رئيس مصلحة الجمارك على مستوى الجمهورية اكون استوفيت حاجات كتيرة احنا بنكتفي ليه بالورق اللي جاي من الاجهزة الرقابية والاجهزة الامنية ما لازم يتحط بند بصراحة كده تحر السمع تحر السمع بص السمع لا تخطئ انت ممكن يكون الملف بتاع حضرتك زي الفل في الامن السي في بتاعك الفيش والتشبيه ابيض على الزيرو بص سمعت حضرتك لمواخصة طبعا مقصودش حضرتك اللي بتتفرج علي حضرتك على عينه وعلى راسي بص سمعت اي حد لا ممكن تلاقي الورق زي الفل ابيض ابيض زي الفل الناصع البياض بص السمعة بقى يجي قولك الراجل ده ملطوط بس بفيش حاجة نمسك عليه ما غالبي مش عايز اقول غالبي عدد لا يستهم بين من العاملين في المحليات ليسوا فوق مستوى الشبهات ولو فتحت القوس كده او البرجل على اخره انت هتلمي ناس كتير بس ديني الدليل خلي بالك الرقابة الادارية ممتاخدش الناس كده اعتباطا بالشبهات هتلاقي كل الاضايا اللي ابضت على الناس فيها متلبسين بالرشو النهاردة هو متلبس بالرشو من مستورد متلبس بالرشو مليون جنيه جزء منه عملات صعبة يعني دولار والكلام ده وجزء منه عملة محلية يعني الجنيه المصري ايه اللي بيخلي المسؤول في مصر يفسد رغم المسؤول عنده جاه وعنده سلطان وبياخد فلوس كويسة ايه اللي بيخليه يفسد ايه اللي في ام الكرسي ده يخلي دماغه تتلوقع حل البيئة حل البيئة في المكان اللي موجود فيه كالجمارك مثلا بتسبح بدا البيئة يعني وبعدين لو واحد لسه متولي بقاله شهرين ركز معايا كده وديني دماغك اصل واحد دماغه طقت من الصبح من اول معارف الخبر انا راجل مستورد وراجل بمشي شغلي بالرشوة لان شغلي مش مصبوط صح في مسؤول قعد على كورسي الجمارك بقاله ست سبع اسابية ينفع روح له مباشرة كده واتفق معاه على فلوس ورشوة صح ولا غلط مش لازم اجس النبط مش لازم احسس احسن يطلع راجل نظيف لما اخذها ولا راجل طاهر لما اخذها صح ولا غلط معنى ان احنا وصلنا بعد سبع اسابيع نظبط رئيس وصلحة الجمارك متلبسة بالرشوة لا الراجل تبقى تبقى سيرته سبقاء هل احنا بنسأل في السيرة بتاعت الاشخاص ولا احنا بنكتفي بتقرير الاجهزة الرقابية والاجهزة الامنية اذا اكتفينا بالاجهزة الرقابية والاجهزة الامنية يبقى هيحصل اللي حصل في محافظ المنوفية ووزير الزراع لان احنا اكتفينا بالسيرة دي لا احد فوق السير الزاتية اللي بتطلع لنا من الاجهزة الرقابية الاجهزة الرقابية والامنية تقولك الراجل ده مش اخواني صح كده الراجل ده الفيش والتجميع بتاعه زي الفل بس مين اللي قالك الفيش والتجميع مانا ممكن بقى لي 30 سنة عمالة اسرق بس محدش يقدر يجب ما فيه ناس في المحليات عمالة تغرف والفيش والتجميع بتاعه زي الفل ابيض زي الصيني بعد غسيله والله هتعرف تقبط عليهم اذا اذا القصة مش ورق احنا عملين نستفه واجهزة رقابية وامنية لازم نحط بند جديد النهاردة واحنا بنختار كبار المسؤولين في مصر اسمه بند السمعة نعم السمعة السمعة دي لو سألت الف واحد في مكان عمل عمرهم ما هيتفقوا غلط على شخص عمر الشخص ده ما هيبقى نظيف وهيقولك عليه ده سمعته وحشي لا ممكن يقولك ايه ده مدير نيكا ديه ده غوي ازية بس ده مش من ضمن الترشحات بس بتكلم على السمعة يعني الرشوة يعني الفلوس يعني السكة الشمال عمر بحد هيتفق يطلع لك راجل نظيف وهو راجل حرامي او يخلي لك راجل حرامي وهو راجل نظيف بصراحة انا مجربتاش طوال حياتي اي مكان واحد يتواجد فيه تقال لك خلي بالك من فلان انت شمال سكته شمال بص السمعة تبقى سمعت انا اذكر قضية شهيرة لاحدى الاعلاميات وكان فيه شبهة فساد في احدى القنوات تابع ما سبيره والقاضي حكم بالبراءة وابيحكم بالبراءة بيقول اني اشتمه يعني اشمه من بين اوراق القضية ما يفيد بالاتهام وان المتعمة ليست بريئة لكن ليس لدي دليل ولا يمكن ان احكم بالادانة دون دليل فحكمت المحكمة بالبراءة كم شخص مسؤول انت حاسس وشامم ويقولك فلان ده ريحت وحش فلان ده ملطوط تعرفت عبراتنا احنا كمصريين ملطوط يعني ده ماشي سكة شمال ملطوط ده ماشي سكة شمال علينا ان احنا نعيد ترتيب اوراقنا كده يا اخوانا لا يمكن الطريقة اللي كنا شغالين بيها واللي كانت تصلح من ستين سنة انها تبفع النهاردة لان الفساد كبر الفساد كبر بشكل كبير قوي هل الفساد ده مكنش موجود قبل كده لا كان موجود التحية للرئيس السيسي اللي اعطى الضوء الاخضر بلا توقف امام كافة الاجهزة الرقبية روحوا اشتغلوا اقبضوا على الفاسد اتوه احنا عشنا عصور ما كان اي مؤسسة رقبية تجرؤ على القبض على وزير او مسؤول او رئيس مصلح الجمارك في عاد المبارك باكمله ما تقبطش على حد الا بعد ما طلعوا معاش صح ولا غلط ويطبط عليه وامتى ويطلعوا معاش لو فتحوا بقهم بس لو النظام بيغتت عليهم انما لو انت خرقت من منصبك حتى لو حرامي واقعد في البيت ما بتفتحش بقك بحدش هيقرب لك النهاردة لا انت النهاردة بتجيب وزراء ومحافظين ونواب محافظين ورؤساء حقيقات كبرى على طول بتقهم الفساد بس عارف الصورة دي بتخليك على قد ما بتفرح ان الرقابة الادارية والاجهزة الرقابية بتنجح بالضبط بالصوت والصورة اه ليه هؤلاء الفسادة لكن انت بتحزن اوي يا اخي بتحزن للدراجات الفجر بتاع الفساد انت عارف النهاردة المسؤول اللي تقبض عليه بالرشوة في مكتبه مليون جنيه ده في مكتبه يعني وصل الفجر بتاع الفساد ايه ما بقولكش قابلني على اهوة بعد الضهر على كافيه خلي واحد يقابل واحد يقابل واحد ودبرلي الفلوس واخدها البيت لا تعالي المكتب الصبح كان انا مسؤول نظيف وانت راجل نظيف ومسلفك فلوس ولا مسلفني فلوس ولا شاري مني حاجة حلالا بلالا عادي جدا يعني وصل درجة من درجات عارف ايه بانت ده معناه تقرار الفساد فبتبقى متطمن عافزة لما بنمشي كده في جنازه وعملين نودع ميت كل اللي في الجنازه بلا استثناء يعتقد انه كل اللي حوالهم رايحين هم اللي هيموتوا وهو لا عشان كده بنرجع حياتنا اللي عايز روح الجامع يروح اللي عايز يسكر يسكر اللي عايز مش عارف يعاكس يعاكس ولا في دماغنا الميت اللي مات واللي عايز يتوب اهو بيلحق بس دول كله ما هو لو في توبة نصوحة كان كل فاسد في مصر الطعز ان الرقابة الادارية ما بتفوتش حد يعني بعد ما تقبض على محافظ الزراعة كان محافظ الفيوء المنوفية يخاف صح ولا لا بعد ما تقبض على محافظ المنوفية كان مفروض رئيس مصلحة الجمارك يقلق يقول لا بص توبنا الى الله توبنا الى الله وعاهدنا الله الا نعود الى ذلك ابدا وعافى الله عما سلف ونبدأ نشوف بقى نستشير شيخ كده هنعمل ايه في الارشنات الحرام لكن لا انت مواصل مواصل لما جابه واحد حرام لسيدنا عمر بن الخطاب وممسوك بالسرق اللي سرقه قال له يا امير المؤمنين انها الاولى يعني ده اول مرة اسرق يعني اعفوا عني قال له كذبت لو كانت الاولى لسترها الله عليك لو كانت الاولى لسترها الله عليك ان الله لا يفضح عبده من الفعل الاولى ربنا يستر عليك مرة واثنين يدي لك فرصة توف ما بيجرسك شيء شفت ربنا رحيم ازاي فمعنى ان انت يطبض عليك بقى فقضيت فساد فقضيت رشوة في ايا كان نوع القضايا اي واحد بيقع هي ليست الاولى سيدنا عمر بن الخطاب حط القعدة لو كانت كذبت لو كانت الاولى لا ستراها الله عليك طالما انت اتفضحت يا حلو واتمسكت القعدة حطاها سيدنا عمر بن الخطاب ليست الاولى بقى انت حرامي برخصة من سنين طويلة جدا السؤال بقى لماذا لانه غلز العقوبات على هذه الجرائم برح كنا بنتكلم على قضية خطف الطفل بتاع الشروق نهاردة بنتكلم على قضية فساد وسرقة مال عام وكل يوم في قضايا زي قضايا الاختصاب مثلا لماذا لا يذهب المشرع الى تغليز العقوبات في الصين اعدام في الصين دولة الصين جمهورية الصين اعدام لمثل هذه النوعية من المتهمين والقضايا لكن احنا لا احنا خفاف قوي رغم اللي بيسرق مال عام بيسرقوا من مية واربعة مليون مواطن لكن لا حسس عليه ادي له نقط ومش عارف ايه وايه ابتدائف استقناب في نقط ايه ونشاكك في الادلة وايه ياخد سبع سنين طب معلش طب نص المدة عارف الكلام ده ما ده كلام ما بيرضعش الفاسد هو انا لو عامل خمسين مليون ولا ميت مليون هقولك انا ضربتهم في جيبي ولا هربتهم برا اخرها ايه يعني خمس سنين كان يا عم سفرت الخليج اونا لو سفرت الخليج هعمل عشر دول ما هنا مفيش رادع ديني انسى الدين والاخلاق والقيم والكلام ده يعني فهم ده احنا وصلنا لمرحلة ان في ناس بتاخد الرشوة عمرة وحج نائبة محافظ الاسكندرية واخد الرشوة عمرة 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 محافظ جزء اسبق وهو على الطيارة طلب من محمد فودة سكرتير وزير الثقافة طلب منه فلوس رشوة ومحمد فودة كان راشي وقتها ولسه كان طالع في قضية رشوة ايه اداله قرشين اديني قرشين بس اظبط نفسي كلام ده حاصل جهارة النهارة نحن نراحب بالفسدين في مصر احنا بنراحب بيهم اوه امثال اللي انا لسه ذكره ده الوسيط بتاع الرشوة وغيره محلة ارحاب واوا وكلام ده وبعدين عمالين ندلع الراشي في النص والله لو انت بلغت وبقيت شاهد ملك انت براقة براقة ليه ده فاسد برخصة ما تقطع الايد من اولها ما تبتر انت عايز تنظف المجتمع فاسد خلال عشرات السنين مش هتنظف ولا بالشكل ده انما طول ما انت عملت حسس في قضايا الفساد وعملت داري وعملت بخليها كم سنة اه واحنا بنضحك على بعض عندنا فاسدين برخصة الشيطان الشيطان يخجل من جرائمهم يقول لهم والله انتو اسادزة والله ما اعرف يعني الشيطان لو قاعد في مصلحة حكومية هيستح انه ياخد الرشوة يقول لك طب خليها برا طب خدلك ساتر طب قابلنا برا في اي دولة الدين الفلو اي منظر انما وصلنا احنا بيطبط عليه المحافظة المنوفية مقبود عليه في مكتبه النائب محافظ الاسكندرية مقبود عليه في مكتبه وزير الزراعة مقبود عليه في مكتبه متخيلين ده معناه طبعا الركابة الادارية شابوه لازم ترفع القبعة والقبعة اللي عم فتاح السيسي اللي قدت ضوء الاخضر لو ما كانش رئيس الجمهورية مصر على محاربة الفساد والله لو ادانت والله لو عملت البيضة على اضايا دي كانت موجودة قبل كده بس كان بتخش الدورك يقولك لا 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 مش مشكلة ايه يعني احدى الرؤساء الجمهوريات السابقين لما قالوا له ده وزير الاسكان ضرب فيلتين في جيبه وكلامه قالهم يعني الراجل يبني الكبار دي جات على فيلتين هو ده المنطق اللي كان بيحكم البلاد في سنوات لا انت النهاردة بتحاول بتحاول بجد ان انت تحارب الفساد بتحاول انك توسع الدايرة بتحاول ان محد الكل يقع تحت طائلة القانون التحية لكل الرجال للرقابة الادارية وناشد المشرع في البرلمان ان يسعى جاهدا بأسرع صورة فيه تغليز عقوبات الرشوة الاختصاب خطف الاطفال لان القضايا دي منتشرة بشكل كبير جدا يعني انا عايز الحاجات دي جرائم المال العام جرائم زي الرشوة والفساد والكلام ده جرائم الاختصاب جرائم الاختطاف انها تاخد اعدام خطف الاطفال حاول ان انت تكون مشرع تجاري الجريمة اللي عملها تزيد بشكل كبير انت في مجتمع الولاد خطف في الشروق جهارا الولاد خطف كده اتثبتت عربية طبعا تحية للشرطة مبارح وجهنا لا بس ياقي لما الولاد خطف في العاصمة ده ايه ده دي جرائم جديد على مصر الفجر حتى بتاع الرشوة شوف رغم اجهزة الرقابة الادارية ورغم الاحكام اللي بتطلع ورغم ورغم الرجل النهاردة واخد الرشوة في مكتبه انا مش هممني انا مش هممني ده ده جبروت الفساد جبروت الفساد الفساد في مصر مؤسسة مؤسسة ليها اعمدة وليها اركاد وبتسند بعضها بعض لو انت متصور ان الفساد شخص في مصر تبقى انت لما اغزة مش فهم حاجة في البلد دي الفساد مؤسسة كله بيسند كله الفسدين بيتلحموا في بعض ومزبطين نفسهم عشان كده لازم المشرع يبقى قوي لازم يبقى فاهم التطور الذي حدث في قضايا الفساد في الدولة المصرية خلال التلاتين واربعين سنة اللي فاته فساد واصل كان ذكرية عازم يقول ايه يقولك الفساد في المحليات واصل للركب لا النهاردة احنا عندنا الرقب النهاردة احنا بنغرق في بحيرة من الفساد ومع ذلك ورغم نشاط اجهزة الرقابة الادارية لسه ديها مش طايلة الفساد في المحليات لسه الفساد لسه بيزبطوا امرهم اسمع كنت باسمع حكاية النهاردة بمناسبة الفساد عن احد مهندس الاحياء في احدى المحافظات يعني الرجل معاه اكتر من عشر تلفونات كلما يرقب له تلفون يجيب تاني وكلام ده ممكن يكون سامعني دلوقت بس هيقحى وغيره 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 فالفساد كبير ومفيش عزة ابدا وكل كم اسبوع اجا اقول لكم القبض على كذا واضية فساد كبيرة ان هناك احد يتطاعز لا احد يتطاعز في بلدنا وطالب المشرع بتغليز عقوبة الفاسدين في مصر بعد جرائم الرشوة وخطف الاطفال والاختصاب وكل تحية لكل رجل شريف في مصر يحافظ على نظافة يده رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وايضا كل التحية لكل جهاز رقابي واخص بالشكر اجهزة الرقابة الادارية جهاز الرقابة الادارية ورجاله اللي بيسعدون انهم وراء الفساد او البول والتحية سابقة مباشرة دون خجل ودون تطبيل لعب فتاح السيسر رئيس الجمهورية اللي اعطى الضوء الاخضر اللي اعطى الضوء الاخضر للاجهزة الرقابية ويصدقوني الاضاية دي كانت موجودة في الادراج وكان موجود اكتر منها بس الرؤساء مصر السابقين ما كانوش عايزين يفتحوا الملف ده انت حاسس ان انت كلما بتكعبل بتلاقي او كلما تمشي تكعبل في اضايا فساد هو الواقع كده علينا ان نعترف به طالما هناك بشر على الارض يبقى هناك فساد